اشتركوا في القناة هناك تنظيف المصارف الامطار بشكل مستمر ودوري قبل وزارة الاشغال طبعا هناك رصد مناطق ونقاط تجمع مياه الامطار قمنا بعمل مجموعة من التقارير وتم رفع حول الجهات المخصصة لا ننسى الجهود أو الجنود الخفية في البلدية ووزارة الاشغال وزارة الاشغال كانت هناك متابعة مستمرة من قبل المسؤولين ومن قبل الموظفين قسم النظافة في بلدية المحرق كان على أهبة الاستعداد كان موجود في العمل لأكثر من 24 ساعة من قبل هطول الامطار أعظم مجلس المحرق البلدي موجودين بشكل كامل بقيادة الرئيس عبد العزيز النعار ونائب الرئيس صالح بوهزاع نحن على تم الاستعداد ومتواجدين إن شاء الله وإن شاء الله تكون هذه المطار خير ترجمة نانسي قنقر